أنا أعتقد العملية هي عملية نوعية تعتبر من أخطر العمليات نحن أمام حرب جديدة حرب مفتوحة أساليب متنوعة في الحرب الأمنية صح التعبير العملية أنا بتقدير الخاص هي لا ترتقي إلى مستوى عملية اغتيال كما يصرح بها إعلاميا لا تستطيع هذه المسيرات بما تحمله من الصواريخ أن تقوم بتفليش بنا تحتية أو مباني كبيرة كالمباني التي يقطنها السيد الرئيس وزراء أو مشاءات كبيرة على مستوى متقدم من ناحية البناء وناحية التحصينات لكنها أنا أرى أن ما يقف خلف العملية هو إيصال رسالة معينة إيصال رسالة معينة لأن هذه العملية أمنية تحمل بطياتها رسائل سياسية حقيقة تهدف إلى إعطاء رسالة للرأي العام والفواعل السياسية والفواعل الأمنية الأخرى بأنه لا توجد جهة في مأمن وبالتالي أنا أعتقد هذه الرسائل الخطيرة لأنها بكل تأكيد تعكس مخاوف كبيرة لدى الشارع على أنه لا يوجد أي شخص اليوم بات في مأمن وخصوصا نحن أمام عملية انتقال لإجراءات تكتيكية وأساليب أكثر تطورا وخصوصا هذا كذا أساليب لم يعتاد العراق على مثل هكذا أساليب سابقا هذه الأساليب انتشرت دائما ما انتشرت في اليمن في الحرب الدائرة في اليمن لكن في العراق حقيقة لم تكن من الأساليب المعهودة أو الأساليب المستخدمة بصورة مكتفة أنصحة تعبير هي عملية يشار لها على أنها الأخطر وتحمل رسائل هي الأبعد وبالتالي لا بد لصانع القرار الأمني صحة تعبير قبل الاستماع لرسائل الشجب والإدانة لا بد من تحديد الجهة الفاعلة بأسرع وقت وإلا أنا أعتقد أنها ستشكل خطرا كبيرا في القادم وهذا حقيقة ما يتم الخشة منه في هذه اللحظة وجدد الترحيب بك أستاذ غانم لنتحدث عن الموضوع بصورة أمنية وبصورة أكبر هذه المرة الاستهداف يتم بثلاثة طائرات مسيرة وهي ليست المرة الأولى التي يتم استهداف المنطقة الخضراء فيها أو دخول طائرات مسيرة إلى المنطقة الخضراء ثلاثة طائرات مسيرة ليست واحدة أو اثنتين هل هذا يعكز التقصير في الجانب الأمني؟ بكل شك أخي العزيز وهذا ما أريد أن أشير إليه التقصير أن الجهات التي نفذت والتي كانت حقيقة تمتلك مهارة عالية في استهداف أهدافها المنتخبة لديها وبطائرات مسيرة يعني ولم يتم معالجتها ولم يتم القبض ولم يتم تحديد هذه الجهة والفاعل للأساس الذي يقف خلف هذه الجهات بكل تأكيد أن ترك لهم الباب مفتوح لحقيقة يذهبوا لانتخاب أهداف جديدة وهذه المرة جاءت على رأس ورمز الدولة وبالتالي أنا أعتقد التقاضي إنصح التعبير أو أن هناك وضع خطوط حمر إنصح التعبير على بعض المخاطر الأمنية وبعض الأهداف التي وصلنا في العراق إلى مرحلة أن هناك بعض الجهات التي تشكل خطر تبقى في دائرة التحصينات وتبقى في دائرة نستطيع أن نقول في دائرة الشرعية وفي دائرة عدم الاستهداف والتركيز فقط على جانب معين من جوانب الإرهاب وهو تنظيم داعش الإرهابي دون حقيقة التركيز على بعض الجهات بعض الخلايا المتواجدة في بغداد والتي تمتلك مثل هكذا أمكانيات متطورة أنا أعتقد هذا خلال كبير في إدارة الدولة بصورة عامة هذا التقاضي عن هذه المجاميع هو الذي حقيقة أوصل العراق إلى هذه المراحل الخطيرة جدا وخصوصا اليوم مثل هكذا عملية تعتبر هي الأخطر أنصح التعبير على مستوى الأمني في بغداد وفي باقي المناطق الأخرى لأننا لم نشهد مثل هكذا عملية تطال رمز الدولة ورأس الدولة وهرم الدولة نعم أستاذ غانم إذن تقصير وخلال كبيرين ولكن من ناحية أخرى اليوم العراق هل يمتلك لنقول منظومات دفاعية قادرة على التعامل مع موضوع المسيرات أم أن ربما يعني مواجهة هذا الأمر تتم عبر الطرق التقليدية يعني هذا الأمر يتم عبر الطرق التقليدية العراق لحد الآن حقيقة يعني إمكانياته التكنولوجية مقيدة لا يعني أعتقد يعود هذا الموضوع إلى طبيعة التعامل مع الولايات المتحدة أعتقد العراق يعتمد كثيرا على حجم الاتفاقيات مع الولايات المتحدة وخصوصا في وضع تحسينات للدوائر الأمنية المهمة والحساسة كالمنطقة الخضراء وبالتالي أنا أعتقد ليست لدينا ليس للعراق حرية مطلقة في الارتقاء في تطوير الجانب الأمني وخصوصا أننا يعني أمام حرب تكنولوجية حديثة وأمام أساليب غير تقليدية وبالتالي أنا أعتقد الأساليب القديمة الأساليب التقليدية الأساليب التي يمتلك العراق أنا أعتقد غير كافية لمواجهة مثل هكذا تحديثات أنصح التعبير تستطيع أن تصل إلى عمق الاستقرار الأمني وعمق التحسينات الأمنية لتنفذ أهدافها بكل أريحية أستاذ غانم دعني أستغل وجودك أكثر معنا مصطلح السلاح المنفلت مصطلح تعود عليه العراقيون كان يشمل الأسلحة الخفيفة أو المتوسطة لكن نحن الآن أمام طائرات مسيرة يتم بيعها في بعض الأحيان عبر المواقع الإلكترونية هل وصلنا إلى مرحلة أن نضع الطائرات المسيرة بين قوسين ضمن السلاح المنفلت في الدولة لا السلاح المنفلت هو السلاح يعني مصطلح السلاح المنفلت هو السلاح الموازي لسلاح الدولة الدولة أخي العزيز يعني منذ ما بعد 2003 سارت بمنهج الانتقائية إن صح التعبير هناك شرائح معينة ولا نريد يعني أنا حقيقة مع حروف عني أنني حقيقة لا أميل إلى هذا الطرح لكن حقيقة هناك جهات معينة يتم محاسبته إذا امتلك حقيقة أو تم وجود إطلاق لعيار ناري في سيارته ويعاقب بأشد العقوبات وهناك جهات محصنة يعني تعبث في الأمن حقيقة مطلوقة اليد يسمح لها أن تحمل كافة أنواع الأسلحة تحت مسمى وبآخر وبالتالي الدولة اليوم جنت على نفسها نتيجة حقيقة هذه الانتقائية وهذه الازدواجية إن صح التعبير في فرض الأمن لا تقوم الدولة ولا يقوم الأمن ولا يتحقق الاستقرار ما لم يكن هناك قانون رادع وتكون هناك إجراءات صارمة وتكون هناك مؤسسات عادلة إن صح التعبير ترتكز إلى قوة القانون وقوة الإجراءات النظام السياسي ما بعد 2003 للأسف لم يعني التقافة الحزبية لحد هذه اللحظة لم ترتقي إلى مستوى وإلى مرحلة بناء الدولة بصورة صحيحة وبالتالي أنا أعتقد بقت عملية التحسينات والغطاء الشرعي للبعض وحقيقة هو الذي سبب فيه وجود سلاح موازي وبالتالي تتحمل الدولة وتتحمل الحكومة وتتحمل المؤسسات ما وصلنا إليه اليوم لا بد حقيقة نحن أمام خلل كبير الخلل البنيوي في طبيعة العملية السياسية يبدأ ينعكس اليوم علينا أمنيا وبالتالي المشكلة كبيرة أخ العزيز تحتاج إلى معالجات شاملة وتم معالجات حقيقة لا تكون ترقيعية القضية لا تتم عن طريق حقيقة يعني أساليب التهدئة وأساليب نحن لا نريد أن نحن حرب دون أن تتوفر الأدلة على الحكومة اليوم التي استطاعت من تحديد مكان أبي بكر البغدادي في داخل العمق السوري عليها أن تكشف هذه المجامع وهي قريبة من بغداد وقريبة من حزان بغداد العراق يمتلك مهارات استخباراتية متفوقة بشكل كبير لكنهم بكل تأكيد يحتاج إلى قرار قوي وقرار رادع لضبط الأمن وفرض حالة الاستقرار طيب أستاذ غانم يعني في ظل ما جرى ليلة أمس هل ما جرى يعني استدعي إقالة بعض القيادات الأمنية برأيك؟ يعني بكل تأكيد الموضوع يتطلب حقيقة تحديد الجهة المقصرة الجهة المقصرة على نوعين أنا يعني برأيي حقيقة برأيي بسيط ومتواضع الجهة التي يعني انطلقت منها هذه الطائرات لا بد أن تكون قيادة العمليات هي المسؤولة عن ضبط الأمن في هذه المنطقة والجهة المسؤولة عن توفير الحماية سواء كانت الحماية الأرضية أو الحماية الجوية لا بد أيضا أن يعني يتم فحص مدى تقصيرها ومدى إمكانية هل كانت تمتلك إجراءات؟ هل كان هناك تقصير؟ هل كان هناك يعني حشى الأخوة تواطئ معين؟ وبالتالي لا بد أن يكون أيضا حتى نذهب إلى عملية التشخيص الدقيق وتبيان حقيقة المقصل لا بد أيضا أن نخضع إلى تحقيق عادل وهذا التحقيق يحتاج إلى شفافية عالية ويحتاج إلى وضوح ويحتاج إلى قيادات عرف عنها نزاهتها وكفاءتها وخبرتها الخبير الأبني غانم العيفان كنا نتمنى أن يكون لدينا المزيد من الوقت لمزيد من الأسئلة شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة